طبعا راح يتم اليوم فحص الارنب الانتا وراح نحكي شوية معلومات وطريقة الفحص الصحلى لعشار الانتا او الحمل وكم مدة الحمل يلا نشوف المقطع وان شاء الله كل بستفيد منه في طريقة سليمة لفحص الانتا الارنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ستيف تربية الدواجن اهلا وسهلا في الجميع اليوم ان شاء الله راح يتم فحص الارنب وطريقة الفحص الصح للارنب او الارنب عفوا وقديش مدة العشار وامتى لازم تبدأ الفحص وكيف تميز الحمل وكديش مدة الحمل ان شاء الله قبل ما نبلش بالتفاصيل ما تنسوني من الاشتراك واللايك والتعليق تفعيل الجرس ودعم القناة من كل انسان مهتم في تربية الحيوانات والطيور واهلا وسهلا فيكم طبعا عندنا هون الارنب الفرنسي خليط بين فرنسي وبين بلدي واحجامهم بيجي جامبو يعني بيجي حجمهم ما شاء الله ممتاز وقديش نحكي شوية معلومات الارنب هاي ممكن تنجب من ستة لسبعة وممكن اكتر كمان حسب العمر وحسب التغذية اه طبعا راح نتعرف اليوم على شكل الجنين داخل اه او حجم الجنين داخل الارنبه كديش بيكون باول الاعشار اللهم بتم الفحص بعد من عشرة لا اتناعشر يوم بتم فحص الارنبه وكمان بتم فحصها تاني مرة من حوالي خمسة وعشرين يوم وكيف تقدر اتميز الاحجام الاجنة وتويزهم بين انه هذا جنين او انه براز بالامعاء وطريقة الفحص الصح اه طبعا اه اه بتهم فحص الارنبه بعد اتناعشر يوم من العشار اذا لاحظنا انه ذكر الارنب تم تلقيح الارنب او تم التزاوج بيناتهم بتركها اتناعشر يوم وبعدين بجيب عنه الارنبه وبعمل الفحص وبيدي اميز هون بين انه الجوال الممعاء اجنة او انهم براز يعني لانه فضلات الارنب كمان حجمها صغيرة وقروية شو بتفرك بتفرك بالاحجام وبفرك كمان زي ما انتم شايفين لازم احصل على حجمين في بداية اه التعشير 12 يوم في اليوم الخمسة وعشرين اكون حصرت على حجم تاني دائري حجم دائري ولزز جدا اه اما البراز بكون متكاتل مع بعضه وبكون حجمه صغير بتقدر تلمسه معه الارنبه اللي انت من الارنب اه اما في بداية الحمل او الاعشار للارنبه اللي هما يقارب 12 يوم بتم فحص الارنبه بطريقة سلسة جدا احاول انه انت ما تضغط على الامعاء او على الاجنة اللي داخل الارنبه في ناس كتير بيجهلوا الفحص وبعملوه غلط وممكن يقدوا الانتة وممكن يقدوا الاجنة داخل الانتة اثناء الفحص لازم تقبض ايديك قبضة ايدك تكون اصابعك كلهم مسكرات زي ما انتم شايفين بالطريقة اللي احنا نستخدمها هسه اه طبعا هو هذوره ذكر وانت من الارانب السكني الرمادي مع الابيض هو الذكر واما الانتة هي البيضة كيف بتم الفحص خلينا نتعلم طريقة الفحص ونتعلم اه اه كيف نفحص بطريقة صح دون ما نقذي الاجنة داخل الارنبه او نعمل اذية للارنبه نفسها اه زي ما اتفرجتكم هون راح يتم الفحص مرتين اه اول مرة اثناشر يوم وطاني مرة ما يقارب على عشرين يوم بعد ثمان ايام ولازم يكون فيه فرق بالحجم داخل اه الاجنة اه داخل امعاء الارنبه يكون في النمو طبيعي اه بكبره اه بشكل طبيعي واشعر انا بالتلامس اني لمست احجام غير الحجم اللي تم فحصه قبل عشر ايام او اثناشر يوم من الفحص التاني راح اسويه وبعد هيك بترك الارنبه لانها اه تولد بشكل الطبيعي متى بتولد بعد اول فحص بتم وضع الارانب ان شاء الله بعد ما يقارب شهر من التعشير يعني هي عشرات وتم الفحص بعد عشر اثناشر يوم ان شاء الله بعد شهر تلاتين يوم بتم وضع الارنبه بتوضع الاجنة اللي هي بتحتوى عليهم في رحمها او بطنها وحسب البركة يعني سبعة تمانية ستة الله اعلم المهم اللي بيجي اهل السهلة فيهم يعني الحمد لله رب العالمين بركة ورضا من رب العالمين بنمسك الارنبه بالطريقة اللي انتو شايفينها هاي طبعا لازم احنا نحط ايدينا قدام اه الارجل الخلفية منقدم قدام الارجل لمناخذ بطن الامعاء من الداخل اه تقول قبضة ايدك واصابع ايديك كلهم يعني يعني قرابع بعض ما تفتح ايديك عشان ما تشعب الفحص وبتم جس جس الكرات اللي داخل الارنبه من داخل الامعاء من فوق يعني النوت يعني من اه من بداية الامعاء من فوق اللي هما اه متقرب على الظاهر شوي بالحالة هاي انا هسا عملت التست وفحصت الارنبه هاي الحمد لله فيها معشرة اه طبعا انا اتأخرت شوي بالفحص انا حاس الاحجام اه جوه الارنبه هاي اكبر اكبر من الكوريات اللي انا متوقعها يعني اكبر اجنة عمرها اكبر شوي فممكن هاي ان شاء الله بعد خمس وعشرين او سبعة وعشرين يوم مكسوما اه يتم الابادة يتم الولادة الليها يتم منها وضع توضاع الارانب ان شاء الله اللي هي حامل فيها ليش بحكي هيك لاني اثناء الفحص انا عم ما اللي بفحص هسا عم بشعب الكتل اكبر من الحجم اللازم حتى اكبر من البيضة التانية اللي انا فرجتك اياها بط السمان عشان اعطيكم مثال يعني على الحجم انا عم بشعور انا عم بفحص انه الحجم اكبر امتى الحجم بتغير وحجم وشكل الفحص بتغير لما او ملمس الفحص بتغير بعد ما يكون تقريبا مر عليها اكتر من خمسة عشر يوم او عشرين يوم اعفا اكتر من خمس وعشرين يوم راح تحس انه الاجنة صارت مستطيلة كتل ليش صارت مستطيلة برضو بتكون لذجة بدك تفرق بين انها فيها كتل دهنية او كتل انها اجنة هسا وانا عم بفحص فيها بشرة الاجنة اكبر من الحجم اللي انا متوقعه سواء البيضة او الكرة اللي صغيرة كانت معانا الخشب فهون بدلي الحمة على انه متقدم شوي معلش انا التهيت عنهم كان عندي ظروف شوي بالقناة وما تبعت الاعشار وما تبعت هالتزاوج والتلقيح لهم كانت حمد الله رب العالمين قناتي يعني اتفعلت من فضل الله والتهت فيها شوي عم اضبط امورها اضبط اعمل الاتسنس وعمل شغلات كتير فيها فانا هسا عم بفحصها بلايك لاجنة حاجهم اكبر من المتوقعه طبعا بتقدر اتميز اذا كانوا اظهر بالعمر الانتة من الذكر عن طريق المخرج الشرجي الانتة بيجي مخرجة عن طريق يعني شرخ او فتح اما اما الذكر بيجي عن طريق دودية يعني مثل دودية له عند المخرج البراز هذا الفرق بتقدر يتميز بكل سهولة بين الذكر والانتة باعمار صغيرة اما اذا كانوا كبار فحيكونوا واضحين جدا لانه الانتة ما بيطلع لها ما ببرزلها اعضاء التنسلية كاملة اما عند الذكر بتكون واضحة جدا اعضاء الخارجية واضحة عنده بالنسبة للبيضات وبالنسبة لأمور كثيرة اما بالنسبة للانتة لا فهي بيكون بس عندها المخرج الولادة تباحها وواضح جدا انه هذا مخرج مجهد للولادة رح تعرف لحالكم اذا انتم ما عندكم خبرة كبيرة بالنسبة للاعمار الكبيرة اما بالنسبة للاعمار اللي صغيرة بتقدر تبحث عن طريق المخرج الذكر بيكون له مثل الدودية تقريبا اما الانتة بيكون هو عن طريق شرخ او فتح هو بدلع انها هاي انتة وليس ذكر بالنسبة للاعمار اللي صغيرة بعد شهرين ثلاثة اشهر عمرهم هيك تقريبا اه طبعا هذا هو الذكر ما شاء الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هادولا ما شاء الله احجاب جانبو يعني بيعطوا حجم وبيعطوا لحم وهم الخليط بين بلدي وفرنسي النوعيات تعتبر جيدة جدا طبعا في اكتر منه جيد وفي ممتاز وفي امتياز وفي اسعارهم بوصل حوالي 200 دولار هادولا اتمنى يكون الفيديو عجب الجميع ما تنسوا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس